أما في مصر فكنا شفنا الأيام الماضية الأزمة اللي تعرضت لها شيرين عبد الوهاب بعد معاناة طويلة كانت عاشتها ما بين قضايا بسبب تصريحاتها على المسرح وبعدها انفصالها عن حسام حبيب واللي يبدو إنه مو بس انتهى على كذا وتسبب بانهيارها فاليوم الوطن العربي كله بيشهد على معاناة غير متوقعة بحياة شيرين اللي أطربت الجمهور لأكثر من عشرين سنة بأغانيها ضحكتها على المسرح ونجاحات كثيرة كانت سبب بإلهام الكثير من النجوم الشباب فهذا اللي خلانا نشهد على حملة تعاطف كبيرة من قبل الجمهور وحتى نجوم الوطن العربي معها ومن بينهم نجوم السعودية اللي حبوا إنهم يوجهوا رسائل دعم لشيرين من خلال برنامج سينيماتيك ابنة الميل شيرين كلنا أتمنى بيتكوني وخير ودعواتنا معاك في كل وقت رب العالمين انقضنا ابنيتنا الطيبة ابنيتنا الصافية وإنتي إنسانا صاحبة النوايا الصافية صاحبة النوايا الصافية يمكن هذه أكثر كلمة بتدولها الجمهور عن شيرين اللي يامى شاركتهم بفرحها وحزنها وكانوا بكل محنة بتمر فيها هم السند اللي بيرجع يوقفوها على المسرح من جديد أكيد الظرف اللي تمر فيه ظرف صعب جداً والظروف الصعبة هي اللي تسقل وتصنع الإنسان لكن أنا متأكد إنها رح تتغلب عليه قلوبنا مع الفنانة شيرين ودعواتنا معاها ومتأكدين إن شاء الله إنها رح تتغلب على الظرف هذا وترجع أقوى من أول متأكدي إنه إحنا في بعض الأحيان نحتاج نمر بعض الأزمات حتى نتعلم درسم معي حتى نتعلم رسالة معينة حتى نرجع أقوى وعشان ترجع بقوة مثل ما نعرفها برأي لجين عمران لازم شيرين طنعط المسافة الكافية من الخصوصية لتعرف تسيطر على مشاعرها بهالأزمة كل واحد فينا يا جماعة لازم يفهم إنه عنده حياة خاصة فيه وظروف في النهاية هي إنسانة قلبي معاها بس هندها أكيد إن شاء الله يا رب بتعدي هذه الظروف على خير وترجع لمحبينها بأفضل حالاتها وهذا اللي بتمنى الكل بإنها ترجع لهم الطيبة القدعة اللي هتوقف بوجه كل الظروف وتغني من جديد الممثل طارق النفيسي من أحدهم مع جميع بغانيك فاننا رأتنا الجميلة شين عبد الوهاب أزمعوا تأدي ومنا بالسلامة وهالرسائل ما كانت الوحيدة اللي حبوا النجوم يقدموها لشريين من خلالنا فأيضا السيناريس تامر حبيب اللي قدم معها أول مسلسل درامي مسرتها وظهر أيضا معها بآخر حلقة منه بعد ما جدرت إنها تتغلب على وقعها ورجع توجفت من جديد على المسرح تمنى إنه تكون أيضا هذا المشهد بداية شريين بحياتها الواقعية بعدها الأزمة ووجه لها الكلمات اللي هي محتاجة دلوقتي إنها تحس إنها فيه ناس بتحبها يضعوا لها ويمنوا لها تقوم من المحنة دي لإن هو ده اللي هي محتاجة بس من الناس دلوقتي ونبطل نبقى علينا أحكام أخلاقية قاسية جداً لإن دي اللي بتقتل